السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اليوم شرح طريقة إضافة الفيديوهات المشروحة للمعلمين من موقع ابتدائية ابن خلدون اليسمين بنين وطني إلى موقع شركة ابن خلدون من خلال حساب المعلم بالمدارس معكم أخوكم الأستاذ محمد سعد وادي معلم الحاسب الآلي بابتدائية اليسمين بنين وطني أول شيء هبدأ أتوجه للمتصفح الخاص بي وأبدأ أفتح الإيميل الخاص بالمدارس مثلا أو أي إيميل تم إرسال إيميل خاص من مجموعة اليسمين موجود في رابط بوابة ابتدائية ابن خلدون وكذلك قناة ابتدائية ابن خلدون وإن شاء الله هضع الروابط نفسها مع الفيديو وتقدر تنزل في التفاصيل وتقدر تاخد الروابط أول شيء بضغط على رابط بوابة ابتدائية ابن خلدون هيبدأ يوجهني للمادة الموجودة معايا أو الموقع ده بداية الموقع الخاص بابتدائية اليسمين هبدأ أنزل موجود معايا هنا المواد وليكن هنبدأ نشتغل على مادة لغتي وليكن الصف الأول بضغط عليها بيظهر معايا كل الفيديوهات اللي تم تحملها وليكن أنا هشتغل على أول درس موجود معايا درس عيادة المريض الجزء الأول هبدأ أن أنا أضغط على الرابط اللي موجود معايا يبدأ يحمل معايا رابط الفيديو ويدخلني عندي إلى قناة اليوتيوب الخاصة بابتدائية اليسمين طيب طريقة الحصول على رابط الفيديو أول شيء موجود عندي هنا المتصفح اللي موجود عندي هنا فوق بيقولي هنا يوتيوب دوت كوم ووتش وهنا الرابط الخاص بي إيه اللي أنا محتاجه من الرابط اللي أنا محتاجه ما بعد علامة يساوي اللي هو الجزء اللي أنا أظلله معاكم يبقى الجزء ده فقط هو ده اللي أنت هتاخده وهيتم وضعه في البواب طيب طريقة الحصول على الرابط ده أول شيء إننا هبدأ إننا هقف هنا ما بعد علامة يساوي زي ما احنا قلنا وليكن بالشكل ده هبدأ إننا أعمل إيه؟ هبدأ إننا أحدده هقف بالمؤشر وهضغط وهسحب بالشكل ده انتهت من التصليل الجزء ما بعد علامة يساوي بزر الفارة اليمين كليك يمين وهختار عندي أمر كوي اللي هو نسخ كده أنا نسخت الرابط اللي موجود معي الخطوة اللي بعد كده إننا أبدأ أتوجه للموقع الخاص بي لحسابي على سبيل المثال أنا فتحت الحساب الخاص بي موجود عندي هنا أول شيء في ناس بتدخل مباشرة لإضافة الدروس في شيء بسيط جدا هتحتاجه داخل إضافة الدروس ألا وهو ممكن نضع أوراق عمل مع إضافة درس ممكن نضع واجبات طيب الطريقة إزاي؟ أول شيء إن أنا بدخل عندي للخدمات اليومية موجود عندي هنا الواجبات وأوراق العمل بعد ما بضغط على الواجبات وأوراق العمل تبدأ تحمل معايا الصفحة بتاعتي بحيث إن أنا أضيف مادة جديدة وليكن مثلا معلم الحاسب الآلي الحساب الخاص بي نختار الحاسب صف أول بيطلب مني يعرض زي ما إحنا متعودين باختار اليوم اللي يتم العرض فيه طيب تسليم الواجب كام يوم؟ ممكن نضعه أقصى مدة عشر تيام نوع المدخل أنا ممكن أنا أحدده كواجب أو ممكن أنا أحدده كوارقة عمل بحدد الفصول اللي موجودة معايا بعد كده أبدأ أكتب العنوان اللي موجود معايا وبعد كده بأقدر أختار المرفق ورقة العمل إن أنا أضغط يبدأ يفتح لي جهاز الكمبيوتر أقدر إن أنا أختار الملف اللي أنا محتاجه وبعد كده أبدأ إن أنا أقوله upload بعدها بيتم تحميل الملف وليكن مثلاً بالشكل ده وهبدأ إن أنا أروح عندي على سطح المكتب موجود مثلاً الملفات في العمل وأي ملف موجود معاك وليكن مثلاً الدرس الأول أو أي شيء طبعاً يفضل إن تكون الملفات موجودة معاك بPDF ورقة عمل مثلاً صف رابع ألقه والحركة ولكن علوم طبعاً كل معلم خاصة مادته باختارها وبقوله هنا open بدأ يحمل الملف موجود عندي محتاج إن أنا أرفعه عندي على الموقع بقوله هنا كلمة upload بعد كده هيبدأ يجي لرسالة إن تم رفع الملف باللون الأخضر إن الملف تم تحميل send successfully بعد كده هقوله هنا إرسال الخطوة الثانية الخطوة الثانية إن أنا أضيف واجبات إلكترونية هنزل هنا للواجبات الإلكترونية أضغط عليها أول شيء بنعمل بنك أسئلة بضغط على بنك الأسئلة تظهر معي الشاشة أقوله هنا كلمة سؤال جديد وأبدأ إن أنا أصمم السؤال بتاعي زي ما إحنا متعودين وليكن البادة الفصل الدرافي الثاني رقم الوحدة أو الفصل وهبدأ هنا أكتب العنوان وهقوله هنا ادخال وبعد كده أبدأ أصمم السؤال بتاعي أنشأت بنك الأسئلة أنزل لإعداد الواجبات بعد إعداد الواجبات أبدأ أرسل الواجب للطلبة أقول مثلا اسم الدرس بيصغر معي وبحدد باقي الإعدادات اللي إحنا محتاجنا الجزء ده إحنا بنحتاجه في رفع الدرس على مدرستي في بيتي ورفع الفيديو في ناس تانية ممكن أو في معلمين آخرين يقول لا أنا هرفع الفيديو فقط دي طريقة أو دي طريقة لو حابب أن أنت تدعم الشغل الخاص بي بدخل عندي هنا لأيكونة مدرستي في بيتي موجود عندي هنا إضافة الدروس بعد ما بضغط على إضافة الدروس أبدأ أختار المجمع ابن خلدون اليسمين بنين وطني أختار عندي المرحلة الابتدائية الصف وليكن الصف الأول وهبدأ أختار المادة وهبدأ أن أنا أحدد الفصول طبعا تحديد الفصول هنا بيقول أحدد الفصل أختار مثلا الصف الأول الثاني زي ما أنت حابب أو حسب الفصول اللي أنت بتدرسها بعد كده الوحدة هبدأ أن أنا أحدد الوحدة الأولى الثانية زي أو حسب الدرس نوع الدرس هل هو رابط فيديو يوتيوب؟ هل هو بس مباشر؟ في الحالة الخاصة بنا فهو رابط يوتيوب في ناس تانية أو فيها آيكونة جديدة ظهرت معي اسمها فيديو من جوجل درايف يعني ممكن ترفعه على الدرايف الخاص بك الإيميل وتأخذ الرابط نفس اللي أنت كنت بترسلهه لي لأعمال الأسبوع طبعا إحنا موجود عندنا الفيديوهات ومتم منتجتها وجهده أنك ترفعها فبختار عندي رابط فيديو يوتيوب عنوان الدرس هبدأ أن أنا أكتب عنوان الدرس بالشكل ده مثلا بتكتب عنوان الدرس إحنا طبعا قلنا لغتي اللي هي عيادة مين؟ المريض هكتب عندي هنا عيادة المريض وقت بدء العرض بختار الوقت طبعا هنا نفس وقت الساعة الساعة الخاصة بيك بجهاز الكمبيوتر رابط الفيديو لو لاحظنا هنا إن هو أخذ الجزء الأول اللي إحنا تركناه في الجزء ده اللي هو الجزء ده بعد علامة يساوي لو رجعنا مرة تانية موجودة عندها مرة تانية بحدده وبضغط بزر الفارة مين واختار كابي ناس وارجع مرة تانية هقف هنا وبزر الفارة اليمين وقوله بيست أو لصق أنا عملت هنا لصق للرابط الجزء اللي كنا بنتكلم فيه اللي احنا دخلنا فيه الأول اللي هو خدمات يومية وهو ملف ورقة العمل إزاي إن أنا أضيف ورقة عمل مع الفيديو؟ بضغط هنا على كلمة عرض يبدأ يقولي اختر ورقة العمل أضغط عليها دي أوراق العمل اللي احنا رفعينها هبدأ إن أنا أختار منها ورقة العمل حسب الاسم اللي حضرتك وضعت تاني شيء الواجب الإلكتروني اللي احنا صممناه بنك الأسئلة نفس الطريقة عرض يظهر معي اختر الواجب الإلكتروني هضغط هنا يختار لي أو يظهر لي الواجبات الإلكترونية اللي أنا وضعتها طبعا أقدر اختار أي اسم بيتحمل الأسئلة اللي حضرتك وضعتها طب هل ممكن إن أنا أرفع ملف زيادة؟ أيوة في ناس تانية ممكن تقولي طيب بدل من اختار ملف ورقة العمل ممكن في تحميل الملف مباشرة نختار Choose File اللي هو اختيار ملف نفس الطريقة بضغط عليها يبدأ يحمل ملفات الكمبيوتر وتبدأ تحدد الملف اللي انت محتاجه وبعد كده بقوله Open آخر شيء تاريخ بدء النشر وليكن تاريخ اليوم 29 ثلاثة أو أي تاريخ انت بتفضله لو حابب إنك ترتب الأسابيع بالأيام بأي شيء حسب الطريقة اللي انت محتاجها أو بترسلهم من بداية الإسبوع بعد كده بضغط عندي هنا زرار حفظ طيب لو أنا ضغطت زرار حفظ وظهر عندي إن في أي خانة فضية لو ما بضغط عندي هنا أو عند ضغط أمر حفظ بيجي لي رسالة بالخطأ إن في خانة إيه فضية لازم الخانات تكون فيها بيانات ما عدا ملف ورقة العمل الواجب الإلكتروني أو بمعنى صح كل اللي موجود جنبه نجمة باللون الأحمر ضروري ولابد إجماله بعد كده بضغط أمر حفظ بيتم إرساله للمنصق الأكاديمي الخاص بالفرع وفي نفس الوقت للمشرف الطربوي الخاص بالمادة بيطلع عليه معينة وفي نفس الوقت بيقدر أنه هو يأما ينشره أو لا أو لو عنده أي ملاحظات شكرا